بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله مصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هاخدكوا كده مع بعض نروح جولة في الغسالة ونشوف هنعمل فائد نهاردة الله مصلى على سيدنا محمد زي ما انتوا شايفين انا بحصل كده فيها على الفاضي ما فيهاش هدوم طب هو ايه ده بقى؟ هقول لكم هو ايه ده بقى؟ انا بعمل دورة الخل اللي المفروض انت تعمليها في غسالة كل شهر على اهل دورة الخل ده انا عندي بصراحة ما عملتهاش من زمان فعشان كده هستعمل ازاي زي تخلي كاملة وهنعرف هتتعمل ازاي بعد بعض النهاردة هنعملها سوا وهنعرف هتتعمل ازاي اول حاجة لازي بكون عندك زي زي تخل حلوة كده طبعا هتعمل معاك على انك ما عملتش الدورة دي قبل كده ولو عملتيها قبل كده هتعملها بكوبة يتخلي واحدة او كوبايتين وهتعمل نفس الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي قليل غسالة بتحتي هي نوحها اه اديال زانوسي اكواتيك هي عندي بقالها تلاتاشر اربعتاشر سنة يعني ما شاء الله عمري تاني وربنا احمها وخلاها لي يا رب اه وخلاها لي يعني يا كويسة ما نفاش اي حاجة اه يعني عايشها معايا ومستحملاني بصراحة بتهون علي كتير يعني حلوة بتساعدني بصراحة هنظف معاك والدرج بتاعها هيعرفكو ازاي تشيلوه تبعد ان لسه بقى مجوزة جديد وعندها غسالة شبه شبه الغسالة ديت والله مسلس انا محمد مش عارف هتشغلها فانا هقول لك بقى تعملي ايه انت لو هتغسل لغسل عادي هتزبطي البرنامج بتاعك على حسب الهدوم اللي عندك انا عم عادة يعني بغسل على يعني ببتدي برنامج لأي ملابس عند هنظف مع بعض الجلدة ديت زي ما قلت لك انا بغسل عسي زبطي درجة الحرارة على حسب الهدوم يعني لو هتغم عندك بيضة ومتسخة اعمليها على درجة سبعين ثمانين آآ لما صراحة سيدنا محمد لو هتغم عندك ملونة اعمليها على درجة اربعين تلاتين حلاحظها بالهدوم اللي عندك تزبطي درجة الحرارة وعايزاك بقى تحط المسحوق تحط نص المسحوق نص يعني لو هتحطي مثلا انا عندي عاملة كوباة كده بعير بها الكوباة دي بحط نصها جوه الحلة فوق الهدوم جوه الحلة ونص التاني في الدرج ما بحطش كل المسحوق في الدرج ليه انا هلحظ اللي كده بينظف اكتر جربوا الطريقة ديت وان شاء الله بإذن الله هتدعو لي والله كده بننطف اكتر طيب عشان نعمل دورة الخل هنعمل ايه هنشغل البرنامج هنشغل الغسالة على اعلى برنامج آآ على اطول برنامج وليكل يعني البي هعمل على البي وهزبط درجة حرارة على التسعين وهشغل الغسالة وهبتدي اللي انا هحط آآ غزاس الخل كلها آآ في الدرج بتاع المسحوق هي طبعا دلوقت انا شغلتها بتسحب آآ مية طول ما هي بتسحب مية كده انا بحط آآ في الخل زي ما قلتلكم بقى انا زبطتها على البي على برنامج طويل اللي هو البي وزبطة درجة حرارة على اعلى درجة حرارة اللي هو التسعين وابتدي بقى اللي انا انزل بالخل والخل ده بقى كويس معاكم جدا معاكم معاكم حلو اولي الغسالة وبينظفها من جوها يعني انتو لو تشوفوا بكمية الاوساخ والحاجات المتراكمة جوه آآ اللهم صلى الله محمد وراء الحلة وعلى السخان وكده ده تحت كله آآ بصراحة يعني هتقوله ايه ده ماش يعني الغسالة بان عليها حلوة من بره بس من جوه حاجة فضيعة مع كل آآ مع تكرار الغسيل وتراكم الاوساخ جواها لازم العملات دي تعمليها عشان تنظف غسالتك وان هي ترجع تنظف معاكم ملابس حلو اول خلاص انا خلصت الزيت الخل كلها هسيبها بقى تكمل السحبة المية واسيبها تشتغل كده بقى تكمل الدورة مع نفسها زي بقولت لك انت عايزة تشغال غسالتك آآ زبط البرنامج بتاعك زبط درجة الحرارة آآ بص بقى انت هتحط الملابس جوه في الحلة مش عايزة تبقى تتمل الحلة كلها بالهدوم همال هتعملي ايه هتعملي فرق يعني هتسيب فاضي بين الهدوم وبين الحلة من فوق كده يعني حوالي هتحط مثلا تلات تربع الحلة هدوم والربع ربع الحلة يكون فاضي ضروري جدا تحط تلات تربع الحلة هدوم والربع فاضي سيب الربع فاضي كده لشان الهدوم تاخد راحتها جوها الحلة تنضغط شوية تروح وتيجي حلو كده لانها بتعتمد في النظافة هنا الحلة هنا على الضغط ماشي الله ما صلصة محمد فلازم يكون فيه كده آآ فراغ بين الحلة والهدوم تعرف كده الهدوم تتنظف كويس مش حاجة تتنظف وحاجة لأ فانت اول حاجة الله ما صلصة محمد اول نصيحة اللي كنتي بخلي فيه الفراق بين الهدوم والحلة يعني حوالي ربع الحلة كده فاضي آآ تاني حاجة هتحط المسحوق هتحط نص كمية المسحوق على الهدوم من جوة الحلة ونص التاني في الدرك ده تاني حاجة آآ طبعا قبل كده آآ المفرد ان هي اول حاجة يعني انك هتفصل طبعا الهدوم البيضى عن الهدوم الملونة ما هتحطيش قوة تحط الهدوم البيضى مع الملونة. تحط الهدوم البداية الوحدة والهدوم الملونة الوحدة وتشوف يعني هي تستحملوا درجة حرارة ايه? وتتزبط درجة الحرارة على اساس كده. يبقى دي تلات نصيحة. هي المفروض اول حاجة هتفريز الهدوم بتاعتك. تختار الابيض الوحد والملون الوحده. آآ تاني حاجة. تحط الهدوم تخلي ربع الغسالة فاضي. تالت حاجة. هتحط نص المسحوق جوه في الحلة على الهدوم والنص التاني في الدرج. هتزبطي بقى آآ البرنامج بتاعك. هتزبطي درجة الحرارة. والسيبها بقى كده مع نفسها بقى. تنسيها بقى خالص. تشتغل مع نفسها لما تخلص الدورة خالص. خلص خلصت دورتها. طلعت هدومك آآ نشرتها. ما تروحيش بقى تجيبي. رابع حاجة بقى رابع نصيحة. ما تروحيش تجيبي بقى هدومه تاني وتحطيها لأ. تزبطي بقى على الغسالة ساحتين تلاتة اربعة بالكتير. وبعدين ابتدي حط فيها بقى ملابس واشتغلي فيها تاني. شغاليها دورة تانية. بس اوعي تشغالي دورتين وربعة. لغسالتك تتعب منك ومع تكرار كده ومع مرور الوقت تبوز منك. عشان تحفظ الغسالة ما تشغلهاش دورتين وربعة. انت عارفة الدورة بتاعتها بتبقى طويلة. وحاجة يعني كده بجهيدة للغسالة. حفظة على غسالتك. اهتمي بيها. اللهم صلصة ان محمد انت عارفة طبعا الاجهزة القربية كاغالية وكل حاجة غالية. فما تروحيش بقى تبوزة غسالة وترميها وتجيبي غيرها. ولا تروحي بقى لأي صناعي يقولك ده عايزة كزا وكزا ويشتغلك فيها بقى وتصريف عليها كتير. فلأ. هي دلوقتي المفروض ان هي بتصرف المية بتاعتها. هتصرف المية وهتبتدي ان هي آآ تلاف كده لفتين وبعدين تشد بقى مية تانية جديدة. يعني دي التورة بتاعتها عادة خالص. مش بجرد ان هي بقى تصرف المية تفسل الغسالة وتقولي خلاص كده دورة الخل خلصت. لأ انت هتسيبها تكمل الدورة للاخر خالص لما تسكت مع نفسها. هتشد مية وتشتف وتتصرف وكده هسيبها بقى مع نفسها خالص. الله ما اصل على سيدنا محمد. الله ما اصل على سيدنا محمد ولا عليه وصحبه وسلم. زي ما قلتك لتزمي بالنصيح اللي انا قلتها لك عندي الغسيل. آآ انا بتكلم عن الغسالة في الاوتوماتيك. اللي هي زي بتاعتي. يعني اللي عنده غسالة زي بتاعتي. تابع الاجراءات اللي بقولك عليها دي. خلاص هي بقى خلصت. هبتدل انا انضفها وانضف الدورك بتاعها. هفك الدورك وهنضفه. وهنضف. ده الفلتر بتاعها اللي بيلمي الاوساخ. اللهم صلى سيدنا محمد ابتدل لان افكه واطلعه. انضفه واخسله وادخله تاني. هو هو معاكم. هاخسل بقى كل الاوساخ دي. انضفه كويس قوي. وبعدين احطه. آآ اركبه بقى تاني. ده بيشيل بقى اي واسحة او اي حاجة في الهدوم. آآ اي قطعة معدنية اي حاجة في الهدوم بيشيلها. وتتراكم هنا. فانت لازم كل فترة تشيل الفلتر دي وتنضفيه. تفضل اي حاجة فيه وتخسله وتنضفيه. فانا اللهم صلى سيدنا محمد خلاص نضفته. هبتدي بقى ان انا اروح للدرج. هفك الدرج ازاي? عارفين اللي بتاعلي في الجنب دي هاتك عليها. الدرج هيطلع بكل سهولة. اضغطي بس عليها كده ضغطة. هيطلع ماجه بكل سهولة. بتتبع لنا ننضفه واخسله حلوة قوي. واركبه تاني. خلاص نضفته وركبته ونضفت الغسرة معاكم. آآ يلا تتابع النصائح اللي باقول لك عليها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الاشتراك. لو انت مش مشتركة والله يكده منك يا حلوة. السلام عليكم ورحمة الله.